مرحبا أصدقائي من جميع المناطق والدول سنقرأ لمولود برج الجدي لشهر 4 نيسان أبريل 2022 قبل أن نبدأ يا أصدقائي أتمنى الاشتراك في القناة وهم حاجة تفعيل زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى وأتمنى أنك تدوس على اللايك الآن فلاش تنساني من اللايك يا صديقي بسم الله سنبدأ بسحب الكروت إن شاء الله رح تكون بداية شهر ممتازة جدا مليئة بالأحداث السعيدة اللي تصبح بصالحة وتحقق كل الأمور التي تسبوا إليها لأنك تستحق يا صديقي يا برج الجدي لأنك شخص ضو طموح وما بتحب تكون شخص عادي بتحب دائما يعني تكون يعني بالوسط طبعك شو معنا كلمة وسط اللي هي بين صحابك أو بين أفراد العائلة بتحب تكون يعني رقم واحد بالمجموعة وهاي صفة فيك اللي هي صفة القيادية بالفطرة برج الجدي بحب حدا يمشي قدامه بحب دائما هو اللي يمشي أول إشي وهاي كمان بالفطرة مش إنه يعني بباله إشي أو إنه يعني متكبر لا 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 بس خلص هيك هيك أطباعه لأنه تعود دائما يكون شخص قيادي وصاحب قرار وبعرف كيف الأمور من أين تؤكل الكتف أو بحالة إنه تعرض لمسؤوليات مثل مدير بشركة أو أشياء من هذا القبيل هو أكفأ شخص مولود برج الجدي طبعا يا أصدقائي أنا بعمل عشق قراءات خاصة ومجانية بتم اختيارهم بطريقة عشوائية من التعليقات اللي تحت أسفل الفيديو طبعا يا أصدقائي اللي التواصل على طريقة الواتس أب بتلاقوا رغم الواتس أب تحت أسفل الفيديو بصندوق الوصف ومراتنا أنا بكتبه في التعليقات طبعا قراءات الخاصة أنا أستربح معي قراءات قراءة عبارة عن كشف كامل روحاني مهنيا وعاطفيا وماليا والتوقعات القادمة بإذن الله تعالى ومليئة بالنصائح اللي بتدفع بمصلحتك إلى الأمام وإذا في موضوع معين أو مشكلة معينة بحاجة إلى النقاش بشكل مباشر إن شاء الله الله قدرنا ونحل هذه المشكلة لأنه حلينا كثير مشاكل من هذا القبيل سنبدأ في القراءة بسم الله ستزداد ثقتك بنفسك ستكون ممتلئ نشاط وحيوية وقادر على إنجاز الكثير من الأعمال المطلوبة منك ما شاء الله عليك في الأمور المهنية مولود برج الجدي رقم واحد بدون أي منازل ستعمل إنجاز تلفت الانتباه إليك تطلق المكالمات الرائعة جدا المليئة بالكلمات الحماسية اللي بترفع من الطاقة الإيجابية اللي عندك هذا الموضوع يشعرك في السعادة وتشعر بالنجاح اللي أنت تمشي فيه بأمور ثابتة وخطوة خطوة ولكل مجتهد نصيب وأنت شخص مجتهد ما شاء الله عليك طبع القراءة للذكر والأنثى بس أنا بحكي بصيفة الذكر لنكمل يا أصدقائي سيكثر الحساد من حولك ويحاولوا إعاقة تقدمك للك ما شاء الله عليك يعني رح تكون زي النجم ومغطي على الناس من حولك من الأصدقاء أو أفراد العائلة وأشياء من هذا القبيل رح يحاولوا قدر المستطاع أنهم يشوهوا سمعتك بأمور يعني ما في منها أصلا لأنك أنت يعني رح تكون بظروف مش فاضي لأي شخص ومع ذلك بصيروا يحكوا حكي أنت ما إلك فيه بصلاة عبارة عن كذب ونفاق وبيحاولوا يزرعوا الفتنة بينك وبين الناس المقربين والأصدقاء اللي من حولك واللي بيدعموك هذول الأشخاص قدامك عساس إنهم يعني أصحابك وبالهم يعني بتقول مليش بالدنيا غيرهم هذول بيستنوا بس تلف وجهك وبتعاملوا بأسلوب الغذر حاول قدر المستطاع بإذن الله تعالى رح تجيك إشارة فيهم وذول الأشخاص إنك تتواجه معهم بشكل مباشر علشان توقفهم عند حدهم وما يتمادوا أكثر وأكثر لأنهم يعني مش من يعني إذا بتواجههم بشكل مباشر مش رح يعني يناقشوا معك كثير أو إنهم مع سبيل المثال يسير يزيدوا بالحكي رح يفوتوا ببعضهم ويستحوا لأنه ورقتهم انكشفت قدامك سيقترح عليك أحد الأشخاص من الأصدقاء أو أفراد العائلة عمل مشترك بينك وبينه هو الهدف أنه يستفيد من الخبرة اللي عندك والطاقة الإيجابية تعيثك فهو كأنه نفس الوقت رح يحملك المسؤولية كاملة فحاول قدر المستطاع أنك قبل ما تأخذ هذه المقترح تاع الشخص هذا بالمشروع العمل أنك تفكر فيه مالية وتفكر بالشخص نفسه شريكك أنه مناسب إليك ولا لا لأنه في ناس كثير يا أصدقائي يعني بيحكوا بدنا نعمل وبدنا نسوي وكذا كذا كذا عند الفعل ما فيش إشي بتلاقيهم شغل حكي بورطه الشخص اللي قبالهم استكون نشيط جدا عمواقع التواصل مثل الفيسبوك والواتس أب وأشياء من هذا القبيل رح تكون مثل النجم مشهور جدا والمنشورات اللي أنت بتعملها رح تلاقي إعجابات كثيرة جدا من الأصدقاء اللي من حولك ورح تتعرف على ناس من دول أخرى بهدف أنك يعني تحصل على فرصة سفر جيدة جدا وتقدر أنها يعني تدفعك للأمام ماديا لأنك أنت حاليا بتمر يعني بظروف نفقات كثيرة ومصاريف زائدة من يومية وشهرية وأشياء من هذا القبيل فهذا الموضوع مخليك أنه يعني ما تدخل يعني مال للأيام القادمة لشان تقدر تعمل فيه الأهداف التي تسبو إليها عاطفيا رح تكون أمورك مع الحبيب أو الشريك فيها النقاشات حادة ورح يكسر من الاتصالات فيك و رح تشعر أنه بارس عليك الضغوطات كاف يعني يعني وين رحت وين أجيت وأشياء من هذا القبيل وانت هذا الموضوع بتكرهه قطعيا ما بتحب حدا أنه يقيدك أو أنه يدخل بخصوصيتك حتى لو كان الحبيب أو الشريك بس هو الشريك يعني حقه يا صديقي يا برج الجدي لأنك مثل النجم ما شاء الله عليك ومعجبينك كثر وخصوصا من الجنس الآخر كيف عم الجنس الآخر يعني إذا كان بيسمعني ذكر فهو أنثى إذا كانت إسمعني أنثى فهو ذكر فهذا الموضوع بشعره يعني بالغيرة الشديدة جدا وبحاول قدر المستطاع أنه يظله يعني متابعك ومرقبك عشان ما يخسرك ترح تنصدم عشان ما يخسرك هو هاي عشان ما يخسرك يا صديقي يا برج الجدي فحاول قدر المستطاع أنك يعني تأخذ الأمور هدوء أعصاب وحتي لما تكون يعني قاعد على المواقع التواصل الاجتماعية وأشياء من هذا القبيل حاول أنه خليه يبعد بحدك وتورجيه أنه يعني ما فيه إشي من ما فيه إشي من اللي بيفكر فيه قاعد وما إلو داعي أنه يعني يشعر في الغيرة وكالتالي سعيتها رح يخف الضغوطات عليك للقائمون على عملهم أنت ممتلئ نشاطه حيوية ومقدم للعمل اللي أنت فيه إنجازات رائعة جدا مطلوبة منك ومش مطلوبة بس تشعر بالحزن لأن رؤسائك في العمل ما بيقدروا تعبد اللي أنت بتقدمه وآخر إشي زيك زي زملائك هذا الموضوع يعني بشعرك باليأس وبتحس بس أنه يعني مش ما ياخذ حقك من حقك أكثر من هيك لأنه ما شاء الله عليك يعني أمورك واضحة جدا وما بتتخبأ بس رؤسائك في العمل بيحاولوا دائما أنهم يعني يخلوها أنه زي كنه هذا هيك عملك المطلوب منك وما منه منية حاول أنك تتحدث معهم بشكل مباشر وتحكي لهم عن شعورك وإن شاء الله أنهم رح يغيروا أمورهم يعني وتحصل على المجهود اللي أنت بتبذله والحق اللي لازم بتأخذه إذا كان يعني بالأمور الإضافية زيادة راتب أو أشياء من هذا القبيل وإذا لاحظت أنهم يعني رفضوا هذا الموضوع سعيتها كون زيك زي غيرك زي زملائك لا تزاود لأنك اللي مزاود تعيتك يعني قعب تروح هباءا منثورة يعني أنا مش نصحتك بس مش رح ترد على الحكي هذا لأنه زي ما حكيت لك أنت بالفترة شخص قيادي وبتشيل المسؤولية المش قائمون على عملهم ينتظروا فرصة عمل جديدة ستاح لك فرص من أعمال خاصة أنت رح يكون يعني في بالك فكرة معينة وحاب أنك تنفذها على عملي لا تتردد بهذا الموضوع وإذا كان يعني وضعك المادي يعني ما بسمح للفكرة تعيتك حاول أنك تستعين بأحد الأشخاص اللي شاركك بهذا الموضوع وبإذن الله رح تكون النتائج يعني أحسن من ما أنت تتوقع وتكون ممتازة جدا ويعود إليك بالنفع وبالمال الوفير بسم الله بسم الله بسم الله شخص يتربص يتربص بك ويحاول أنه يستغل فرصة لكي يسرقك لعادي بالله من هذا الشخص فأنت كون يعني حذر علشان ما تتعرض لهذا الموقف لأنه هذا الشخص يعني مش من الناس اللي بتعرف هم مش لا 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 هو من الناس اللي بتعرف هم كثير كويس ومن المقربين من حولك فأتمنى أنك تضع نصيحتي تأخذ حذرك علشان ما يصير أي إشي مش محسوب حسابه من صرقات أو أشياء من هذا القبيل لأنه هذا الموضوع يعني بزعلك كثير 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 بالذات موجود برج الجديد مش عشان الخسارة المادية عشان المبدأ يعني كفيل هذا الموضوع أنه يخليك تكتئب وتزعل زعل شديد جدا وخصوصا إذا بكون الشخص يعني من الناس اللي أنت يعني معتبره من الأصدقاء المقربين من حولك ودائما ما بتقصر معه بأي إشي يا الله بسم الله هناك خلاف بينك وبين شخص عزيز على قلبك هذا الشخص أنت يعني ما كنت تتوقع يوما ما أنك تتزعل انتوية أو تصير يعني نقاش حاد بينك وبين هذا الشخص لأنه عزيز جدا على قلبك ودائما بتكون أنت لصالحه ما بتقصر معه بإشي ولا بأي مساعدة كانت مادية أو معنوية أو أشياء من هذا القبيل سبب الإخلاف بينك وبين هذا الشخص بسبب شخص عمل فتنة بينك وبين هذا الشخص العزيز على قلبك بإذن الله رح تيجيك إشارة فيه هذا الشخص حاول قدر المستطاع أنك حافظ على هدوء أعصابك علشان تقدر تعرف الأمور اللي خلف الكواليس اللي هو هذا الشخص اللي عمل فتنة بينك وبين هذا الشخص يعني اللي عمل الفتنة كان بباله أنه خلص رح يصير يعني إخلاف بينك وبينه وتبطله وتحكو مع بعض وخلص الموضوع حاول أنك اضبط أعصابك علشان ما تنهي النقاش بشكل سريع جدا وتقدر تعرف هذا الشخص وتقلب السحر على الساحر وإنت شخص ذكي جدا بإذن الله تعالى بس نفس الوقت يعني اندفاعي وعصبي فإذا قدرت أنك تضبط أعصابك رح تقدر أنه هذا الموضوع تقلب فيه السحر على الساحر بإذن الله تعالى هناك معجب ينظر إليك نظرة الإعجاب وحاب أنه يتعرف عليك عن قرب بس يستنى بالوقت المناسب هذا الشخص يعني بيجي هادي بميذة الأمور الرومانسية يعني مزة أطباعك يا صديقي يا برج الجدي أنت أطباعك يعني بتيجي عملية رومانسية بس كل شي يعني العيار معين عندك ما في عندك إشي أزود من إشي هذا الشخص عنده الرومانسية والأمور الهادية بتيجي أكثر رح يحاول أنه يحكي معك بشكل مباشر ويصرح لك أنه حاب أنه يتعرف عليك عن قرب ويكون معك علاقة بينك وبينه هذا الموضوع رح أخليه إلك لأنه كل واحد يا أصدقائي حسب وضعه الاجتماعي هو اللي بيحدد أنه يعني هالعلاقة مناسبة إله أو مش مناسبة ينتابك شعور في الملل والتعب الجسدي بسبب المجهود اللي بذلته بالآون الأخيرة من أعمال إضافية وتحركات لأنك كانت تحركاتك كثيرة جدا كان فيها عندك كثير أمور فيها تنقلات بين المدن سفرات قصيرة بس 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 لما تطلع على تعب اللي أنت تعبته بتلاحظ أنه ما راح ده هباء منثورة لا في هاي إنجازاتك واضحة جدا ومبين هذا الموضوع تخليك أنه تستعيد على السريع طاقتك الإيجابية وترجع تقوم بمهامك على أكمل وجه المهامات اليومية أو الشهرية بس حاول قدر المستطاع أنك تأخذ يوم إجازة تريح فيه جسمك وإذا بتقدر تروح لرحلة ترفيهية مناظر طبيعية بيكون ممتاز عشان تكسر الروتيني اليومي تبعك وإن شاء الله تستعيد نشاطك وعافيتك وبتقدر تقوم بأمورك اليومية على أكمل وجه هناك مال قديم كدينة أو يعود إلى شراكة سيعود إليك بإذن الله تعالى ما بموت حق ورام طالب يا أصدقائي الله يرزقك كمان وكمان والمبلغ يعني مش كبير جدا بس نفس الوقت يعني مبلغ كويس وخصوصا إنك بحاجة للأمور المادية إنه في عندك أمور كثيرة لازميتك بالفترة القادمة بسم الله تكثر من الأمور الخيرية ومساعدة الآخرين ما شاء الله عليك الله يكثر عليك عمل الخير أنت شخص رائع جدا يا صديقي يا برج الجدي ما رح تبخل على أي شخص بتحسوا بده المساعدة إن كانت مادية أو معنوية هذا الموضوع رح يخلي شعبيتك تزداد والله يحماك من عيون الناس يا صديقي يا برج الجدي لأنه في عيون كثير حواليك ودائما متبعين لحركاتك أكثر ما هم متبعين لحالهم علم أن يا صديقي من راقب الناس مات هم يعني الواحد يدقق على حاله يطور من حاله يشتغل على مواهبه أما فيه ناس هذول اللي بنحكي عنهم لهم الحسدين هذول بتلاقيهم ما بتطلع على حاله قطعيا ولا مستعد ان يطور حاله بأي إشي بس شغلته وعملته يرقب الناس واللي زي هيك بموت هم سأقرأ الآن عاطفيا بالمتزوجون بسم الله إن شاء الله رح تكون أمورك أنت وشريك حياتك ممتازة جدا مليئة بالسعادة ما فيها خلافات أو أشياء من هذا القبيل قبيل بسم الله لقد جاوزتم فترة كانت يعني مش سهلة فيها نقاشات حادة واختلافات بالرأي يعني أنت عندك رأي والشريك عنده رأي آخر هذا الموضوع يعني كان يزعجك كثير يعني لأنك عارف أنت شوه الصح وما بتحب حدا يزاود فوق حكيك هذا الموضوع أنا نفسي يعني بشيت فيه أنا يعني لو صاحب مولود برج الجدي على سبيل المثال بموضوع إداري أو قرارات أو إشي لا بوكله فيه لأنه عنده موهبة يعني يعني غلط أنه الواحد يستغلها طبعا يا أصدقائي كل شخص فيه عنده موهبة وهي من أحد مواهب موليد برج الجدي بس شهر أربعة رح تعود الأمور لما جريها مثل ما كانت في السابق وأحسن بإذن الله تعالى رح يقدم لك الشريك الدعم الكافي من نصائح أو تتبادل الآراء ورح يخفف أنه يزاود فوق كلامك ممتاز جدا هناك تحديث في الأمور المنزلية كأثاث بيت أو ديكور للمنزل أو مشتريات جديدة ممتاز جدا هذا الموضوع وخصوصا الشريك يعني رح يكون يعني مبسوط فيه كثير ولا بأس وانت بتشتري يا صديقي يا برج الجدي تتذكر الشريك بإشي زي هدية اثق تماما هذا الموضوع رح يخلي الشريك يعني يزداد إعجابه فيك ويزيد حبه اتجاهك جرب هاي الشغلة طبعا خليه مفاجأة مش عند كله يعني انت بابي لقي غرب كله هاي مني إلك وشوف كيف بدي يصير معك الشريك هكون أحسن من ما انت تتوقع بإذن الله تعالى بسم الله ستطلق الكثير لدعاوي المناسبات السعيدة تل أقارب والأصدقاء واشياء من هذا القبيل رح تتخلف عن أكم المناسبة ورح تذهب على مناسبات لأنه يعني وقتك ما رح يسمح انك تقدر تحضر هذه المناسبات لأنه رح يكون في كثير مناسبات تنعزم عليها بشهر أربعة بإذن الله تعالى بس حاول قدر المستطاع انك تذهب إلى هذه المناسبات لأنها ممتازة جدا وكمان رح تلاقي أشخاص لك زمان مش شايفهم أو متحدث معهم هذا الموضوع رح يخليك تستعيد ذكريات جميلة جدا أنت كنت ناسيها أتمنى لك حط سعيد دائما من كل قلبي لأنك تستحق يا صديقي يا برج الجدي سأقرأ الآن عاطفيا ده العازبون اللي عندهم اللي عندهم شريك حياة مستقبلي كيف يعني نشريك حياة مستقبل يا أصدقائي يعني بكون في شخص باتفق انت وياه على الزواج بإذن الله العاجل وليس بسم الله سيكون انسجام عالي بينك وبين الشريك المستقبلي رح تكثر من الاتصالات المكالمات الطويلة رح تكون مليئة بالكلمات الرائعة جدا المليئة بالحب والسعادة ممتاز جدا يعني أمورك العاطفية تحديدا طبعا العازبون اللي عندهم مشريك حياة مستقبلي بس ينتابك شعور في القلق وخصوصا انه موعد الزواج اقترب اللي بينك وبين الشريك المستقبلي وانت بش ملاحظ فيه اي اش عملي صار او يعني امور جدية واشياء من هذا القبيل هذا الموضوع يعني بيخليك زي اللي مش عارف انه نهاية هذه العلاقة رح تكون جادة ولا فيها خيبة امال حاول انك تحدث معه بشكل مباشر وتصارحه بمشاعرك لما 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 يحكي اكتفي بالسكوت يا صديقي خليه يحكي انت اكتفي انك تسمع له وحل كلامه عشان تعرف الحكي اللي بن قال هيك يا صديقي تقدر تعرف مية بالمية ما هي مصير هذه العلاقة واذا لاحظت انه بالجدية حاول انك تباشر على العملي دائما احكي معه عن الامور المستقبلية بينك وبينه كموعد زواج وان حابين تسكن واشياء من هذا القبيل علشان يظل بباله انها هذه العلاقة نهايتها زواج باذن الله تعالى الله يديم المحبة بينك وبين الشريك دائما وتنتهي بالزواج الصالح باذن الله تعالى للأسف الشديد هناك طرف ثالث الجنس الآخر كان بيسمعني ذكر فهو أنثى كان بيسمعني أنثى فهو ذكر هذا الشخص بحاول تخريب علاقتك بينك وبين الشريك وما رح يخلي أي وسيلة إلا ما يتعامل فيها علشان يخرب علاقتك بينك وبين الشريك المستقبلي ويجعل ويجعلها فشل لهدف مصالحه الشخصية حتى لو كان الموضوع يعني رح يخلي يعمل أعمال ما خلف الطبيعة أو سحرية وأشياء من هذا القبيل عودوا بالله من هيك شخص لأنه أنا بكرر هذول الناس كثير جدا لما يقولوا اثنين يعني علاقتهم ممتازة جدا مع بعض بتلاقي واحد ملهوش يعني دخل بالقصة تلاقي بفوت فيها وبسدو كمان لا إنه يعمل تطشات ويزرع فتنة وأشياء من هذا القبيل عودوا بالله من هيك شخص بس الحمد لله الشريك مش فاتح له مجال قطعيا عشان هيك هذا الشخص مش رح يخلي وسيلة اللي ما يعملها الله يحماك ويحمى الشريك معك يا صديقي يا برج الجديد لنكمل يا أصدقائي سأقرأ الآن عاطفيا دي المنفصلون واللي ما عندهم لا شريك حياة مستقبلي ولا شريك حياة حالي إن شاء الله رح تكون أموركم ممتازة جدا لأنكم جاوستوا فترة مش سهلة كانت فيها معاناة وخيبة آمال من أشخاص كانوا عزيزين جدا على قلبك ستبدأ بشهر أربعة بنظام جديد بحياتك مليء بالإنجازات اللي بترفع من قيمتك وتطور من مواهبك هذا الموضوع رح يخلي أنه تزداد ثقة النفس عندك أكثر من ما أنت تتوقع وتطلع من النكد والفكر والصراحان بالأمور القديمة ورح تثبت جدارتك أنك قادر أنك تواجه الدنيا لوحدك بدون شريك مستقبلي ولا شريك كمان حالي ما شاء الله عليك كفو يا صديقي يا برج الجديد ستعمل إنجاز بواخر الشهر تلفت الانتباه إليك واستطلق الكلمات الرائعة جدا اللي بترفع عندك المعنوية والحماس بس نفس الوقت فيه دائما يعني الإنجازات وكذا بس أنت مش سعيد فيه غصة بقلبك مش قادر إنك يعني تنساها أو إنك تعيش الحياة الجديدة هي رح تروح مع الوقت يا صديقي يا برج الجديد يعني مش رح تروح هي من أول يوم إلى ثاني يوم لأنه وفيه شي اسمه عشرة عمر يعني الواحد لو يجيب عصفور يربيه لمدة سنة ويروح هذا العصفور بعز عليه كثير بظلوا يفكر فيه فكالتالعب ما تنسى فهذا الموضوع بوكل وقت بس يعني أنت حاول أنك تساعد حالك وابتعد أنك تقعد لوحدك خليك دائما اجتماعي علشان ما يصيبك اكتئاب يا صديقي بسم الله تعرف ناس كثير بس أنت وحيد ما في حدا تقدر أنك تقعد معه وتحكيره عن أسرارك وأنت متطمن ومتريح أنه مش راح يبوح بأسرارك هاي ويستخدمها كأسهم ويرميك بها هذا الموضوع يشعرك في الوحدة أنك مش قادر تلاقي شخص تثق فيه كمعارف تعرف ناس يعني كثير جدا بس ومع ذلك وحيد هو على صعيد الضحك يا أصدقائي إلعب لوحدك تيجي راضي بس الواحد يعني بحب يكون عنده يعني شخص هيك مقرب إله يحكي معاه بأريحية بدون ما يكون يعني خايف من هذا الكلام أنه يطلع لبرة لأنه أسرار هاي وخصوصية بتكون وأشياء من هذا القبيل بس بالزمن هذا صارت عملة نادرة يا صديقي يا برج الجدي سأقرأ الآن دراسيا بسم الله للناس اللي عندهم أمور دراسية أو امتحانات داخلية أو خارجية بسم الله تبدو الأمور جيدة عندك في مجال الدراسة والفرصة متاحة أمامك أنك تحقق إنجاز ملحوظ حاول قدر المستطاع إنك تبعد عن شخص عندك صديق إلك هو بس هذا الصديق دائما بضيع وقتك على الفاضي وطريقه مش زي طريقة حتى على مستوى أطباعه كذا مش نفس الإشي بس أنت دائما بتجلس معه بتقعد معه هالسا الصاحب الساحب يا صديقي يا برج الجديد هذا الشخص مع الوقت رح يسحبك لساحته فحاول قدر المستطاع إنك مش معناته ما تحكيش معه بس خفف الجلوس مع هذا الشخص عشان يتحافظ على تقدمك وخصوصا الناس اللي عندهم امتحانات عشان يحققوا علامات ممتازة جدا ويجيبوا تفوقات بإذن الله تعالى بسم الله ستقترح على أفراد العائلة ممكن تطلعوا رحلة ترفيهية بالمناظر الطبيعية ورح يكون اقتراحك ممتاز جدا ورح يوافقوا عليه الله يهنيك لأنه ستكون يعني رحلة ترفيهية ممتازة جدا مليئة بالسعادة والمناظر الخلابة الطبيعية ما شاء الله عليك وزائد إنك يعني أنت شخص مقنع كيف يعني مقنع يا صديقي يا برج الجدي يعني أي شي بدك إياه بتقدر تقنع الشخص اللي قدامك فيه بشكل سريع جدا والشخص كمان بيكون موافق مية بالمية مش إنه إحراجا أو أشياء من هذا القبيل وهاي موهب لا تستهين فيها مش أي واحد بملوك يا صديقي يا برج الجدي بتمنى لك حد سعيد دائما من كل قلبي بإذن الله تعالى سأقرأ الآن صحيا إن شاء الله تكون أمورك الصحية ممتازة جدا ما فيها مشاكل أو أشياء من هذا القبيل لأنه يا أصدقاء الصحة كل شيء وإذا راحت الصحة راح كل شيء إن شاء الله راح تكون ممتازة جدا بسم الله بسم الله نتابك شعوره أحيانا في التعب والإرهاق الجسدي وخصوصا يعني هذا اليوم بس خليه استراحة علشان تقدر تستعيد نشاطك وعافيتك مثل ما كانت أول وأحسن وتقدر تقوم بأمورك وتدفع بمصالحك إلى الأمام بإذن الله تعالى بس بشكل عام الأمور الصحية يعني جيدة هي بس إرهاق يعني ريح جسمك وإن شاء الله راح تكون أمورك ممتازة وما فيها أي قلق أو خوف بإذن الله تعالى تشعر أحيانا أنك لما تصحى من النوم زي لمش قادر أنك تصحى زي حدا ماسك نفسك ومش قادر تتكلم أو تحكي مع أي أحد في عليك عيون كثير جدا وخصوصا للناس من موليد برج الجدي اللي بلاحظوا بس أسود ونفس الوقت بتطلع عليهم وما برمش يعني مش خايف هذا البس يعني مش إنه عزمي مثال شافك فل لا هذا ثابت وعيونه ما برمشوا حاول أنك يعني تكثر من أمور العبادة وقراءة القرآن الكريم وهم إشي استماع الرقي الشرعية قبل النوم وبإذن الله تعالى رح تكون كفيلة إنها تحميك من عيون الناس اللي من حولك اللي ما بعرفوا كلمة يصلوا على النبي أو يحكوا ما شاء الله مش عارف كيف تربوا هذول الناس لا حول ولا قوة اللي بالله والمشكلة للعين يا أصدقائي بتأخذ حقها من الحجر شو معنى كلمة تأخذ حقها من الحجر يعني الحجر قديش صلب العين بتأخذ حقها منه وبتكسره الله يحماك بحمايته بإذن الله تعالى تكون أمورك تمام بس زي ما حكيت لك ركز على الأمور العبادة وأنك تستمع للرقي الشرعية قبل النوم علشان ما يصيبك أي إزعاج لما تصحى من النوم ثاني يوم بإذن الله تعالى نكمل هناك أحد الأشخاص العزيزين على قلبك سيتعرض إلى مرض خفيف جدا يعني مش كبير بس هو لأنه وضعه الصحي يعني ما عنده مناعة قوية فأقل مرض بخور جسمه ببطل يقدر أنه عمستوى يجيب كاسة مي لحاله هذا الشخص ممتاز جدا وبيحبك بمعنى الكلمة وإنت كمان ما شاء الله عليك ما رح تقصر معه ولا بأي إشي أو مساعدة تقدر تقدم له إياها إن كانت مادية أو معنوية ما شاء الله عليك كفو يا صديقي يا برج الجدي وإن شاء الله مرضته رح تكون يعني مؤقتة عبارة عن ثلاثة إلى أربعة أيام بإذن الله تعالى وبستعيد نشاطه وعافيته وبرجع لوضعه الطبيعي مثل ما كان أول وأحسن انتهت قراءتي يا أصدقائي لمولود برج الجدي تشهر أربعة نيسان إبريل 2022 لا تنسوني بالاشتراك في القناة وهم حاجة تفعيل زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى ولا تنسوني من اللايك